مسائل خيرة عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اول موقف تربوي في تاريخ الاهلي على المستوى الرياضي موقف حط الاساس في التعامل مع اي خروج عن النظام يحصل من اي لعب ست لعيبة من الفريق الاول قدموا استقلتهم عشان يلعبوا لفريق تاني وإدارة الاهلي اتعملت مع الموقف بقوة وصرامة من منطلق ان المبادئ فوق البطلات واتكلمنا عن موقف اللجنة العليا للنادي الاهلي وانحيازها لنشر الرياضة في ظل ازمات مالية عنيفة فرغم الازمات اصرت قيادات الاهلي على الاستمرار في دعم المنافسات لنشر الرياضة بين المصريين فدعمت لعبة التنس رغم قلة مواردها وقفت ورأي سكرتير لعبة التنس اللي قال فيه النادي مخصص للرياضة ولا يسر الكسب ويمكن تدبير الكسب عن اي طريق تاني وأخيرا اتكلمنا عن تسبب ثورة 1919 في تراجع عدد الاعضاء وبالتالي تراجع موارد النادي من الاشتراكات ومش بس كده توقفت اجلب انشطة النادي كاس احمد حشمد باشا ما تلعبش والاهلي ما اشتركش في بطولة كاس السلطان حسين وتم إلغاء معظم المسابقات الرياضية وكمان توقف تنظيم الحفلات بالنادي المباريات والمسابقات المختلفة والحفلات كانوا مصدر الدخل رئيسي للنادي جنب الاشتراكات لكن كان ده قدر النادي في الوقت ده لان عضاءه كانوا وقود ثورة 1919 اللي كان اهم مكاسبها ظهور شعار مصر للمصريين شعار اثر على كل مناحي الحياة في مصر ومنها الرياضة فبدأ مشوار تكوين اتحادات رياضية مصرية في نفس السنة وبدأ بلجنة شكلها أعضاء الأهلي لتأسيس اتحاد رياضي للأندية وتم الإعلان عنها في 6 فبراير 1919 لكن ما اكتملتش لقيام ثورة 1919 أنا أتحاد تكوين